قصتي مع الحياة كانت صعيبة كثير كنت كان واجه في الزواج ديالي غيرة كبيرة ربما هي حب مرضي من الأم ديال الراجل ديالي كانت عندها المرض ديالها هو أن والدها يبقى لها بوحدها لا يحسن العوان ربما لأن المرأة مات الراجل ديالها بكري وطرملت وكبرت ولداتها كانت متبتة بهم الواحد درجة ما قيت تصوبرش عن البال حقا أنا من الجوج تعدبت بزاف لأن جميع الأضرار اللي ممكن يفكر فيها الإنسان كانت تعليا وكنت خصمين تصبرني لأنه كان درويش ودريف وزماما ما أمام أديني هو فتشي حاجة لأدا كان جاي من الأم كان جاي من العائلة ولكن كنت كان قول الله سبحانه وتعالى سوف يكون معايا نصبر نصبر والناس اللي كيشوفوني عيشه قوي كانوا كيقولوني على الصبر أرجعي الحال كان قوليهم لا سوف يجي واحد النهار الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ الحق وغادي عدل وغادي يشوف من حالي فعلا كنت مني كان مشي الفراشي باش ننعس كان بكي وكن هزكفو فيد السماء وكن قولي يا رب يا رب انت اللي شايفني وانت اللي علم بيا أنني ما ديراش شي حاجة اللي كنستحق عليها كل شي هادشي وانا رادية بالحكم ديالك بغيت غير نستقر ونرتاح نرتاح أنا والزوج ديالي بعيد على هاد المشاكل كلها اللي انا فغينا عنها وعمرني ما رديت ولا تكلمت كان شوف وكان دير رسي ما كان فهمش ولكن ما ديد الله سبحانه وتعالى هو اللي كان شكيله هو اللي كان بكي عليه في ليلة من الليالي كان شوف راسي غادة مع مجموعة الناس صايمين في واحد العالم ما شي عالمنا اللي بني دياله نقول لك الرخام لا شي حاجة ما كيناش فوق الأرض المناظر اللي كي نتما وكان سمعها صوت صوت هو اللي كي هدر معنا ما كان شوفوهش وكي شرح لنا هنا كي يتوضوا الأنبياء هنا كاسم يتقول لي وكان شوف راسي وكي يورينا وحنا غادين واحد المجموعة ديال الناس وقدمنا واحد واحد شاب آية في الجمال والوسامة تحت من شلال ديال ما كي سميتو وداير بدك الحوض واحد الحوض ضاير به سميتو وهو دك الصوت قال لنا اللي غير حتى أركابي على دك الحوض يعرف راسه بأن الله سبحانه وتعالى أراضي عليه فانطقت أنا وقلت له واش ممكن نجرب قال لي يا سيري مشيت حطيت سميتو ويهضر مع يدك الشاب قال لي يا واش كتعرفي أن كلمة كون اللي كي يقولها البشر كون الله أعطاني ولا كون الله كون هديك تخرجك من جنة تما أنا ما كونش عارفها ديك كنت كان نقول بعد النوبة كنت كان نقول كون ديك كلمة كون منطقلية بها هادك كون كوا بأن راها 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 راكين واحد الحاجة اللي خصوص كيت تحيي ديها التنتي منك اعلان حيت سميتو المهم فرحت لأنني قدرت نحط زيما نركاء تم نسجد كوا نحط ركابية لدك الحمد كيف قال دك الصوت من بعد وجهنا لواحد البلاسة فيها شي شي عصافير وشي نوع من الأزهار والورود مختلفة الألوان ديالها وقين يندروج كينزلوا لديك البلاسة بغيت نزيد القدام ويقول لنا لا أحبسه تم تحد ما يقدر يمشي لأن تم في مجموع الأنبياء والرسول أرجعنا أرجعنا غادي نفطروا يعني غادي نفطروا لأننا صايمين كين تلاتات الأنواع ديال ديال الإفطار إفطار ديال الفقراء وديال المتوسطين وديال الأغنياء أنا في ذاك الوقت فطرت بمعلمة وسطين مناش مع الفقراء ومناش مع الأغنياء لكن عندي أنا أخت ديالي مريضة نفسيا داتك تقلب عليها السيدة اللي فرقت علينا الفطر فينا هي فلانا مشيتك نقلب أنا وهيا عليها لقيناها في واحد البلاسة محطوطة مسكينة منسية شدتها بيدها وطلعتها تفطر مع الأغنياء تما فهمت بأن الأعمال ديال كلها واحد كين كلها واحد وفين 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 مصنف عند الله تما على حسب الأعمال ديالك يا إما فقيرة يا إما متوسطة يا إما أنا كنت من المتوسطين لأنني كنت طيبة في قلبي كان عطيك كان ماشي إنسانة اللي قلزميته ولكن كان ناقصني شيء بسيط كنت متبرجة ما كنتش كان أغطي شهرين كنت كان كان كأي كأي شباب عصر وديك اللي بتكون اللي نبهني عليها فإذا بديك الحلمة أو رؤية من بعد ما كنت كان طلب الله سبحانه وتعالى بيلي المقام ديالي أنا ذك شلي كيدوز عليا كله أنه الصالحي بأن الله غفر لي دنوبي الله سبحانه وتعالى وراني مقامي صبر اللي كنت كان صبر وراني مقام أختي اللي 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 عيشها في في عالم أخر يعني اللي أنا شيزوفرين وراني كله واحد وكيفاش سميته كي يأخذ القدر دياله في الدنيا ديالنا تم من تم ما كملت على سبريل غطيت شعري غطيت داتي غطيت وسط عمر غطيت اليوم هاد 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 تجربة ديالي أنا كان 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 فرقها معاكم فأنا صبر ديالي الحمدولي الله بقيت مع الزوج ديالي ولدنا بديا ما شاء الله عليها والله سبحانه وتعالى عوضني اختأن العقوزة ديالي اللي كانت نمو نهارا بدت جاتها الموت عيطت لي وطلبت سماحها مني وأنا مسامحة لهاد دنيا وجين والحمد لله ربي العالمين كنظن بأن نرى كل حاجة كندوز منها عندها جزائها عند الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة